ساعة تتقفية حول المقاومة في لبنان هي ما فرض على طلاب الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية في أسبوع المقاومة وذكر القادة الشهداء هذا القرار الذي عمم في مذكر موقع من وزير التربية حسان الجاب ورئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسن أثار جدلا كبيرا في الأوساط الطالبية والسياسية خصوصا بعد أن كانت اللجنة الوزارية المكلفة تحديد كتاب التاريخ الموحد حذفت ثورة الأرز من المناهج الدراسية استغربته أولا لأنه لم يشرح لنا يعني أول شي من واجب الجهة التي أخذت القرار رئيس الجامعة اللبنانية وزارة التربية يعني أن تفسر للبنانيين لماذا تخذ هذا القرار ولكي أيضا تعطي توجيها بمضمون لأنه بيقدر تكون دروس حول مقاومة إسرائيل تكون مثل ما دائما بصيروا الحياة السياسية اللبنانية دروس حول مقاومة الآخرين من اللبنانيين مطلوب منهم شوية احترام للبنانيين ما بيصير يفرزوا اللبنانيين ويفرزوا شهداء لبنان بالطريقة اللي عم يعملوها هذا موقف لا أخليق المصطلح نفسه صار يعني مرتبط بأذهان كثير من اللبنانيين بيجهة سياسية محددة خادت معارك مش بس ضد إسرائيل خادت معارك سياسية وعسكرية ضد لبنانيين آخرين قوى 14 أدار التي لا تنكر إنجازات المقاومة ترفض منطقة إلغاء إنجازات الحركة الاستقلالية وزير السقافي اللي بيقول إنه ثورة الأرز ما لازم نجي على ذكرها لأنه دعموها قوى خارجية فشو رأيه لو برجع بعطيه آخر خطاب لأمين عام حزب الله اللي بيقول إنه إيران دعمت المقاومة هل هذا يعني إنه ما صار في مقاومة في عقل سخيف عبديرها الدولة عقل حزبي ديء بالنتيجة ما حصل أضر بشهداء المقاومة أكتر بكتير مفادهم لشهداء المقاومة لأنه مثل ما عرفت إنه قسم من الطلاب تركوا بقوا طلاب من طائفي وحدة ما بيصير فريق يعد برحاله إنه والله هو أنجز والآخرين كانوا عملا لأنه فورا هالتهمة والكلام بيرت لصاحبه ما بيقدروا وجهة نظر واحدة تنسكب سكبا على التفسير الوقاع التاريخي وتقصى وجهة نظر أخرى أو تستثنى وقائع مهمة أحداث كبيرة يغير تاريخ البلد الحديث في الوقت الذي يجب فيه إيجاد مساحة مشتركة بين اللبنانيين يبقى السؤال هل حثف ثورة الأرز من كتاب التاريخ وفارد درس في المقاومة يعني أن الانقسام السياسي الحاد سينقل إلى القطاع التربوي أيضا؟ شكرا شكرا شكرا